وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا من القاهرة مرسل حدث الزميل أحمد عثمان أهلا بك أحمد مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث أولا إلى ماذا تؤسس هذه الزيارة؟ هل هناك حديث عن عودة التمثيل الديبلوماسي؟ ما هي أبرز الملفات التي تم طرحها؟ نعم بداية نستطيع أن أقول بأن الزيارة بحسب كثير من المراقبين تبدو إيجابية للغاية يعني هناك بالفعل رغبة من خلال حديث الوزيران اليوم بأن هناك نية من القيادتين لاستئناف العلاقات مرة أخرى لوضع ربما فصل جديد في العلاقات ما بين مصر وتركيا على الرغم من أن مقدمات أو إرهاصات هذه العلاقات أو هذا التطور في العلاقة ربما بدأ منذ أكثر من عام ونصف وكان هناك تجاوب تركي فيما يتعلق ببعض الطلبات المصرية المتعلقة بوضع الهاربين من جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب سورة الثلاثين من يونيو وإغلاق عدد من القنوات التي تبث من تركيا قنوات طبيعة للإخوان إلا أن كان ربما الخلافات مستمرة في مواضيع أخرى أعتقد بأن الاجتماع اليوم لم يكن هناك حديث مباشر من خلال الوزيران في المؤتمر الصحفي حول عنوين بعينها والاكتفاء ربما بسرد ما تم مناقشته من خلال عنوين عامة وعدم التطرق إلى الملفات ولكن بحسب الكثير من المحللين فإن هناك أكثر من ملف يتم مناقشتهما بشكل مستفيد خلال الفترة المقبلة الملف الليبي بكل تبعاته وتجاذباته السياسية والأمنية وأيضا ملف غاز شرق المتوسط فيما يتعلق بعودة إلى سؤالك أعتقد بأنه سيكون هناك اتفاق خلال الأسبوع المقبلة لاستئناف العلاقات من خلال عودة السفيرين أو تسمية السفيران جديدان الوزيران أكدبا بأن كان هناك قائم بالأعمال وأن العلاقات لم تغلق بشكل نهائي وكان هناك أيضا قنوات اتصال أمنية خلال الفترة الماضية وأعتقد بأن النقطة الهامة أيضا بأن كل هذه الأمور مقدمة ربما لقاء قمة سيجمع الرئيس السيسي والرئيس التركي رجل طيب أردوغان في القاهرة كانت تدور يعني يتحدث الجميع في الأروقة ربما عن إمكانية أن تكون الزيارة من الرئيس التركي إلى مصر خلال أسبوع أو ما بعد عيد الفترة المقبل ولكن نحن في انتظار تحديد الكثير من المواعيد الرسمية نعم يعني كما تابعنا أيضا كلمة وزير الخارجية سمح شكري هو تحدث بأن هناك عمل جاري لمواجهة التحديات المشتركة تحقيق الاستقرار وأيضا قدرات الدولتين فيما يتعلق بالاقتصاد ولكن يعني لحظنا بأن هناك دائما كان تركيز من قبل الوزيرين على موضوع فلسطين يعني لم الملف الليبي لم يحظى بنفس الاهتمام نعم أعتقد بأن هناك فرق ما بين ما يتم مناقشته ربما كارج أو داخل الأطر المغلقة وما يتم التطرق إليه في المؤتمر الصحفي الحديث ربما عن القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا هي قضية ليست فيها أي خلافات ما بين عدد من أو مجموعة كبيرة من العواصم العربية هي قضية إجماع ولكن القضية الليبية والمسألة الليبية هي من أكثر المسائل التي تبدو فيها مساحات من الخلافات الكبيرة ما بين القاهرة وأنقرة وبالتالي لم يكن هناك رغبة على ما أعتقد بأن يكون هناك تطرق مباشر في المؤتمر الصحفي لهذا النوع من إبراز للخلافات والتباين في الرؤى حيال المشهد السياسي الليبي وتطوراته ومن ثم قد يكون هناك مجال لو فتحت فيه مجال الأسئلة من الصحفيين حول هذا التباين وإلى أي دوصل وهذا يعكس رغبة ربما في الاستمرار في التفاوض والوضع والبحث عن مساحات أخرى من التوافق والبعد عن مساحات الاختلافات خصوصا في حيال هذا الملف الذي يرى كسيرون بأنه هذا هو الملف الأهم والذي ربما يحتاج إلى تعاون مصر تركي حقيقي فيما يتعلق بمستقبل المشهد السياسي الليبي بكل ما فيه من تجاثبات على كل حال سنأخذ بما تفضلت به أحمد دائما وراء الكواليس هناك مواضيع تناقش غير تلك المعلنة نشكر لك كل هذه التفاصيل والتوضيحات المتعلقة بهذه الزيارة لوزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو شكرا